فأقول أيضا في هذا الباب باب أسباب الفراق كثيرا ما يكون يفشى أسرار البيوت من أسباب الفراق المرأة في الجملة ناقصة عقل ودين وهناك نسوة حافظهن الله يكتمن الأسرار ونسوة أخريات يفشين الأسرار فإذا أفشت المرأة السر كيف أصنع فالناس أمام السر يتفاوتون واحد يقول لا أنت خائنة ويطلق وثاني ينظر إلى نوع السر الذي أفشى وثالث يقول أصبر فالتوسط مطلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام أسر إلى بعض أزواجي حديثا قال هذا الكلام سري بينه وبينك قال من هو الرسول خرجت الزوجة وأفشت سر الرسول أظهره الله عليه زوجتك أخبرت وأخرجت خرجت وأخبرت النساء هل بأشر النبي الطلاق أو تريث قال تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض أخذ الولماء منها إن أخطأت الزوج عشر أخذها في خمس وعلى حسب نوع السر أيضا فيلزم أن نقدر الأخطاء بقدرها خطأ كبير أعقابه كبير خطأ صغير أعقابه على قدره لا تقضي المرأة خطأا صغيرا وأنت تلتمس العلل لضربها تدخل بيت المرأة مجتهدة ومجيدة يعني الحمد لله جابت لك كل أصناف الطعام ولأضيافك غاية الصلطة جعلها ملح زيت شوي فزوجا أحمق ما رأى من الأكل كله الجميل والطعام الفخم المحمر ومش عارف اللعمة ما أوقاه الشيطان إلا على الصلطة ذات الملح ذات الملح الكثير يقضى على أنشوط مي خلاص خف الملح وانتهى الأمر لكن ما يقدر التعب وللمجهود الذي بذلته المرأة في مسألة تجهيز الطعام بالسعاد يقول لهم لنا محشي محشي يا محشي مش يعني من الأقوات المصرية يعني الدنيا تقلب إذا عملت محشي تجلس تليف رزه في ورق بالساعات وضيع وقتها لا ماذا ما هو ضع رزه على ورقه وكله أنتهى الأمر لكن لازم الزوجة تعمل لمحشي ما قال لك محشي خلاص عملت المحش الرز المحشي معجن يا أخي تعبت لما يعني تبهدلت في عمل محشي بالساعات وفي النهاية رز المحشي معجن شوي أو رز المحشي ناشف شوي هذه قلتها خلاص تعين صانعا أو تصنع لأخرق قال عليه الصلاة لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن وذكر صنوف المعروف فقال فيها تعين صانعا أو تصنع لأخرق يعني فيه واحد صانعا مكلف بعملتي ساعدوا يا أخي ساعدوا شوي قال الرسول في شن الخدم لا تكلفهم بما يغلبهم مكلفتمهم في عينهم أو تصنع لأخرق واحد صانعي لكن مش ماهر ليس بماهر يعني مثل مطابخ المفصلة صعبة لأعلمه يا أم أي من إزاي يعني أعلمه يا أم أعلمه كيف يصنع المفصلة المفصلة ما تأخذ أجر من الله تعينه صانعا أو تصنع لأخرق فلا تنتظر منها صفات الكمان كثيرا ما يقول إشراك الآخرين في المشاكل إلى التخبيب الفتاة زوجها يكلمها كلاما على طول في الحال ترسل لأمها قال لي كذا وكذا 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 وتنقل جوانب الشر فقط ما تنقل ما فعلته هي أمها تقول ابن ستين كذا أو سبعين كذا أبو مين نسي أصله أبو مين أم مين الأمر يفضي إلى التلاق لكن أنت مع زوجتك الحمد لله أنت اليوم تخطئ هي اليوم تخطئ غدا تخطئ يعني حصل انفعال وثوران بين الزوجين في مصد الثورة تعاوذ كما تعاوذ أبوك أعوذ بالله مشتر جيم هذا من الشر وخذها حضنه قبله وأنت الأمر أحسن من تخرجها من البيت تذهب لأبيها الحد الجاهل الذي الشخص الجاهل وتحكيله رجل أحمق ولا يفهم شيئا وتأخذه العزة بالإذن لابنته فيقول زوجك وزوجك وزوجك